موضوع مناخ الأعمال وهو الموضوع الذي يحظى بأولوية كبيرة من قبل الحكومة انطلاقاً من قناعتنا في الحكومة بأن تحسين مناخ الأعمال رافعة أساسية لتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني وتقوية تنافسية المقاولة المغربية والوطنية وأيضاً تحسين جاذبية الوطن لاستقطاب الاستثمار المنتج وبالتالي تعزيز مساهمة الوطن في إنتاج الطروة وتوفير فرص الشغل التي هي أحد المداخل الرئيسية لمحاربة الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية وتحسين عيش المواطنين وفي هذا الإطار يجر التذكير بأن البرنامج الحكومي نصاً ضمن التدابير المتعلقة بالتحول الهيكلي للنسيج الاقتصادي وتحفيز الاستثمار على الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال لتمكين بلادنا من ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين الأوائل عالمياً في مؤشر مناخ الأعمال دون بيزنس وذلك في أفوق سنة 2021 ولذلك يمكن أن أقول اليوم بأن الحمد لله نتيجة هذا التصنيف الجديد الذي صدر هذه السنة وهو تصنيف بلادنا في المرتبة 53 دليل الملموس على أن عمل جميع المتدخلين الحكومة صحيح ولكن أيضاً مختلف المتدخلين جدي لا بد أن نهني أنفسنا على هذا التقدم المعتبر الذي حققته بلادنا في هذا التصنيف برسم سنة 2020 والصادر يوم الخميس 24 أكتوبر 2019 يعني منذ أيام فقط بارتقائها إلى المرتبة 53 عالمياً من بين 190 دولة شملها التقرير يتسجل تقدماً بسبع درجات مقارنةً معنا السنة الماضية بعد تقدم بسة أو بسع درجات تسع درجات برسم السنة الفارطة وبهذا تكون بلادنا قد حققت تقدماً إجمالياً بـ 75 مركز منذ إحداث اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال سنة 2010 حيث كان المغرب كما قلت يحتل 128 عالمياً لقد أخذنا الحمد لله مجموعة من التدابير والإصلاحات الهامة لصالح المقاولة المغربية والوطنية ولصالح القطاع الخاص ولصالح الاستثمار ولتشكل جزء من برنامج عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال ويعد إصلاح القانونين المتعلقين بشركات المساهمة وبالشركات ذات المسؤولية المحدودة من بين الإصلاحات الهامة التي دخلت حيز التنفيذ هذه السنة حيث اعتمدت وفق مخاربة تشاركية من قبل جميع المتدخلين في القطاعين العام والخاص تدخل التدابير اللازمة لإصلاح حكامة الإدارة وتبسيط المساطر الإدارية وعندكم جوج مشاريع قوانين وسأرجع إليها بعد القليل في السؤال الثاني التنزيل الفعلي من متاق لا تمركز الإداري ونحن مشتغلين عنه بطريقة عملية أزرعت الإصلاح الداريبي عبر اعتماد القانون الإطار الذي سيشكل مرجعاً لقوانين المالية والذي سيأتيكم بعد موازات معهد مشروع قانونيومية ومناقشته تطوير العديد من آليات التمويل وفي مقدية التمويل التعاوني وكاين مسروع قانوني عندكم هنا مجلس النواب مواصلة تقوية البنية التحتية الأساسية تسهيل الولوج إلى العقار باعتباره الحامل الأساسي للمشاريع الاستثمارية اعتماد إطار جديد للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص